منذ قليل اجتماع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي مع المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوال لتربية كنابست الذي يشن إضرابا منذ 30 جنوبي الأفارت من أجل محاولة إيجاد أرضية توفقية للمطالب المرفوعة من قبلهم وفي تصريح له على همش لقائه مع شركاء الاجتماعيين المؤسسين والمواقعين على مثاق أخلاقية المهنة لقطاع التربية الوطنية دعا وزير العمل زمالي الأساسية المضربين إلى العودة للعمل مؤكدا على أن الحق النقبي هو حق مكرس دستوريا يمارس في إطار القانون لكن هناك خطوط حمراء لابد على الجميع أن يحترمه سيكون معنا بعد قليل السيد فرحات شابخ الأمين العام للإتحاد الوطني لعمال التربية كما ستكون لنا مدخلة مع الأستاذ نجيب بيطام للحديث عن الجانب القانوني الذي تحدث عنه وزير العمل زمالي سيارة اشتركوا في القناة